موسيقى السلام عليكم يا شباب فيديو النهاردة ان شاء الله نكملين فيه مع طلاب القدرات تحل الصياغ اللي وردت في النماذج الجديدة وزي ما اتفقنا يا شباب في الفيديو اللي فات الموضوع ابسط ما يكون لو انت متأسس صح باذن الله كل الصياغ الجديدة هتحلها بمنتهى السهول نبدأ بالسؤال الاول بيقولك اوجد قيمة المقدار اللي مكتوب قدامك ده فاحنا لو بصنا يا شباب للقيم اللي عندي دي 333 من الف ايه رأيكو لما نخليها تلت ما انت لو حطيت التلت في ابسط صورة او في صورة عدد عشري هيطلع لك 33 من مية تقريبا ضرب عندك دي 3 وفصل عشرية وبعدين صفر 9 يعني تقريبا 3 صحيح كل ده في البسط خلي بالك يا شباب فالتلاتة دي مع دي هتوحشنا مع السلامة يبقى البسط ده كله اصبح بيسوي واحد يبقى كل اللي انت بتعمله بتحاول تقرب المقادير اللي عندك لأعداد كسرية بسيطة نفس الكلام اللي عملناه في البسط يا شباب هنعمله في المقام عندك هنا 4.94 من 100 يعني تقريبا دي كده قيمتها بتسوي 5 ضرب عندك هنا واحد وواحد من مية يعني تقريبا قيمتها بتسوي 1 أصبحت مسألتك واحد على خمسة وبالتالي أقرب إجابة للمقدار دي هي الإجابة باء اللي هي خمس السؤال اللي بعده يا شباب صحيح فكرته جديدة لكن كانت موجودة عندنا في النمازج أفكار شبهها اللي هي فكرة الفرق بين مربعين انت عندك هنا سين مضروبة في سين تربيع نقصات تربيع على سين زي اتصاد كل اللي انت هتعمله هتروح للبسط وتسيب السين دي زي ما هي ملاكش أي علاقة بيها وتروح للسين تربيع نقصات تربيع تحللها بقى فرق بين مربعين الفرق بين مربعين كنا بنحلله ازاي يا شباب سين تربيع نحط سين هنا وسين هنا وعندك هنا صاد تربيع صاد هنا وصاد هنا ومرة بالموجب ومرة بالسان قادي الفرق بين مربعين يا شباب المقام ده في أبسط صورة هينزل كما هو اللي هو سين زائد صاد هتبصت لا يدور راحوا مع بعض مع السلامة أصبحت مسألتك سين ضرب سين ناقص صاد أبواحد هيقولي ما هي مش موجودة في الاختيارات ما تستخدم بقى خاصية التوزيع إضرب السين دي مرة هنا ومرة هنا سين ضرب سين يعني سين تربيع ناقص سين ضرب صاد يعني سين صاد وبالتالي الجواب الصحي هنا هو الجواب بقى السؤال اللي بعده بيقولك أوجد قيمة 6 أس 8 تقسيم 6 أس 3 على 2 أس 5 ضرب 3 أس 5 طب نقسم المسألة كده يا شباب لجزئين الجزء الأولاني هو البسط واخدين قاعدة مهمة جدا في التأسيس بتقولك في القسمة بنترح الأسس وبالتالي بما أن الأساس ده هننزل الستة كما هي ونترح الأسس 8 ناقص 3 5 يبقى أصبح الأساس عندك كده أو البسط عندك 6 أس 5 ننزل بقى للمقام هتلاقي هنا الأساس مختلف هنا 2 وهنا 3 ولكن الأس هو هو وبالتالي يا شباب نقدر نضرب الاتنين دول في بعض يعني اتنين ضرب 3 يسوي 6 وننزل الأس ده كما هو شوف المسألة أصبحت مسألة جميلة جدا 6 أس 5 تقسيم 6 أس 5 وعندنا قاعدة بتقول إن أي عدد قسمة نفسه يسوي واحد وبالتالي الجواب الصحي هنا هو الجواب بقى السؤال اللي بعده بيقولك أوجد قيمة سين زائد صوت هنا يا شباب في الرسمة قادي السين وقادي الصوت نبص بقى على الزاوية الجميلة اللي عندك جوا المسلس دي مدي لك الزاوية دي 50 ده معناه يا شباب إن مليون في المية الزاويتين الداخليتين للمسلس دول هم اللي اتنين هيكون مجموعهم 130 أستاذ إن تجيبت المية وتلاتين دي منين ما أنت عندك أيها الطالب الجميل مجموعك يا سيد زائد المسلس الداخلية كلها 180 هتشيل منهم 50 يا طبق عندك 130 اللي احنا بنتكلم عليها دي فأيا كانت الزاويتين دول لازم يكون مجموعهم 130 فمسلا ممكن نحط إن دي 100 ودي 30 طب وبعدين يا شباب أنت عندك بقى الزاوية دي كده زاوية مستقيمة يعني مجموحهم 180 هما الاتنين شلت منهم 100 هنا يتبقى عندك 80 هنا شلت 30 يتبقى عندك 150 اجمع بقى الزاويتين اللي زاز دول 80 زائد 150 يعني 230 يعني الجواب الصحي هنا هو الجواب دي طبعا يا شباب أنت لو حطيت أي قيم يكون مجموعهم 130 هيطلع لك نفس الكلام بالضبط المجموع اللازم يطلع 230 فأنت افرض أي قيم تسهلك الموضوع هتبصت لقي الزاويتين اللي بره دول هم المكملات بتاعت الزاوية الداخلية وبالتالي مجموعهم لازم يكون 230 السؤال اللي بعده بيقولك شخص لديه قطعة خشب مستطيلة طولها 24 سنتي ويريد تقسمها إلى 24 قطعة حيث كل قطعة واحد سنتي فكم مرة سوف يقطعها ناخد بالنا بقى من السؤال ده يا شباب السؤال ده سهل جدا ولكن عاوز تركيز بنسبة صغيرة جدا عشان تعرف ايه المطلوب هو دلوقتي بيقولك الراجل ده عاوز يقسم القطعة اللي طولها 24 سنتي إلى 24 قطعة نخلي بالنا كده يا شباب لو انت عندك قطعة خشبية كده وقسمتها مرتين بمنشار أو حاجة فهتقسمها كده لتلت قطعة يعني لو استخدمت المنشار مرتين هتقطع القطعة دي لتلت قطعة دي قطعة اتنين ثلاثة طب لو قادي قطعة الخشب وجسمتها تلت مرات واحد اتنين ثلاثة بص القطعة بجسمت اللي عندك لكم قطعة واحد اتنين ثلاثة اربعة يبقى اذا عدد مرات التقطيع زائد واحد يديك القطعة يعني لو استخدمت مرتين هيديك ثلاثة قطعة لو استخدمت ثلاث مرات يديك اربع قطعة وبالتالي انت لو استخدمت 23 مرة هيديك 24 قطعة احنا قلنا عدد مرات اللي استخدام زائد واحد يا شباب عدد مرات التقطيع زائد واحد يديك عدد الكطع بمنتهى السهولة انت عايز عدد الكطع كلها يكون 24 يبقى انت هتستخدمه 23 مرة وبالتالي الجواب الصحي هنا هو ده السؤال اللي بعده بيقولك ما هي زاوية الجزء المظلة خلي بالك هو مظللك هنا نص الدائرة وبالتالي افتكر معايا كده ان قياس الدائرة كلها 360 وبالتالي قياس نص الدائرة اكيد 180 يبقى الجواب الصحي هنا والجواب با السؤال اللي بعده بيقولك دكتور اعطى شخص دواء يوم الخميس واخبره ان ياخذ كل يوم 3 حبات والدواء ده 36 حب ففي اي يوم ينتهي الدواء نركز يا شباب كده الموضوع سهل جدا هو بدأ ياخد في الدواء ده يوم الخميس خلي بقى عشان الكلمة دي مهمة جدا بياخد 3 حبات في اليوم والدواء فيه 36 حب يبقى اول ما تكون عاوز تعرف ال36 حبه هيخلصه امتى انت عندك بياخد 3 كل يوم يعني ال36 دي لو قسمتها على 3 هيديني عدد الايام 36 تقسيم 13 يبقى الراجل ده هيفضل ياخد في الدواء ده شباب 12 يوم طب هو بدأ يوم ايه يوم الخميس خلي بقى لك يوم الخميس محسوب خد فيه 3 حبات وكذلك بقى يفضل يعد 12 يوم فيطر لو بدأ الخميس اللي 12 يوم هيخلصه امتى طبعا يا شباب من الخميس للخميس ادي 8 تيام يبقى هيرجع تاني يوم الخميس بقى عندك 4 تيام يعني جمعة وسبت وحد واثنين يبقى هيرجع يوم لاثنين يعني الجواب جيب السؤال اللي بعده بيقولك اذا كان سين اكبر من عين وصاد اكبر من عين قرن بين سين وصاد ناخد بالنا يا شباب من المسائل دي بسيطة جدا بس يعاوز منك تركيز ودهاتي بيقولك سين اكبر من عين وصاد كمان اكبر من عين لكن انت مش عارف يا طرى سين اكبر من عين بكم بالزبط وصاد اكبر من عين بكم بالزبط وبالتالي في المسألة اللي زي كده المعطايت دايما غير كافية السؤال اللي بعده بيقولك اذا كان هناك دراسة اجريت في احد الاندية الرياضية تتضمن 50 شخص 30 منهم بيمارسوا رياضة المش و 26 يمارسوا رياضة السباحة و 6 لا يمارسون ايا من الرياضات اوجد لذين يمارسون الرياضتين معا طبعا شباب سؤال زي ده كل اللي سيادتك بتعمله انت عندك مجموعة الاشخاص اللي وجريت عليهم الدراسة كلهم 50 هنا بقى بيقولك فيه 30 منهم بيمارسوا رياضة المش و 26 رياضة السباحة اجمع 30 زاية 26 مش بس كده فيه 6 لا يمارسوا اي رياضة لازم ينجمعهم كمان تجمع بقى القيم دي كلها وتطرح منها العدد الكلي يديك الاشخاص الذين يمارسونا رياضتين معا 30 زاية 26 يعني 56 56 زاية 6 يعني 62 واصبحت مسألتك هنا 62 نقص 50 وبالتالي يسوي 12 اذا الجواب الصح والجواب جيد السؤال اللي بعده بيقولك 999 تربيع تحط واحد هنا واحد هنا ومرة موجب ومرة سالب مسألتك بقت سهلة جدا كده خلاص 999 زاية 1 دي والله يعني 1000 ضرب 999 نقص 1 يعني 998 اضرب بقى ايوه الطالب الجميل التلات صفار ينزلوا ودي 899 وبالتالي الجواب الصح هنا هو الجواب بيقولك سلك تم صنع مربع منه طول ضلعه 9 سنطي فاذا تمت اعادة تشكيله ليصبح مسلس متطابق لاضلاع فما هو طول ضلع المسلس خلي بالك يا شباب لما السلك ده مسكناه وعملنا منه مربع كان طول ضلع المربع ده 9 وبالتالي لو انت عاوز تجيب طول السلك يعني انت عايز تجيب محيط المربع طب محيط المربع يعني ايه يعني الاربع اضلاع بتوعه خلي بالك انه وقالك طول الضلع 9 يعني ده 9 وده 9 وده 9 وده 9 يعني 4 في 9 ب36 انت بس يدخ خط الطول ده اللي هو 36 وهتروح تعمله مسلس متطابق الاضلاع المسلس له كم ضلع يا شباب له 3 اضلاع ولما يكون متطابق الاضلاع يعني انت هتاخد 36 تقسمها على عدد اضلاع المسلس اللي هم 3 36 تقسم 13 وبالتالي طول ضلع المسلس الجديد هنا يا شباب هيكون 12 يعني الاجابة 1 زي ما انت شايف كده يا شباب المسألة بسيطة جدا حتى لو انها وردت لأول مرة في لمزج جديدة لكن فكرة المسألة في المتناول وتقدر تحلها بمنتهى السهول السؤال اللي بعده بقولك اذا كان متوسط الاعداد التالية 3 و 18 و 20 يساوي 20 فما قيمة سين طبعا يا شباب انا عايزك هنا تفتكر معا عن المتوسط الحسابي ده بيساوي مجموع القيم على عدد القيم طيب يا مستر انا عندي هنا مجموع القيم اللي هم 3 زائد 8 زائد 12 زائد سين على عددهم هم عندك 4 قيم قالك بيساوي 20 لو انت حطيت تحت العشرين دي واحد وعملت ضرب تبادلي هيصبح عندك 3 زائد 8 زائد 12 زائد سين بيساوي 4 24 يعني 80 يعني انت باختصار شديد بتدور على ايه هو العدد اللي لو زودتوا لدول يديك 80 اجمع معايا كده بمنتهى السهولة 3 زائد 8 11 11 زائد 12 يديك 23 يعني يا شباب السؤال بيقولك 23 ازود عليهم كم يديني 80 واضح جدا ان ازود عليهم 57 وبالتالي الجواب الصح هو الجواب بعد وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة اتمنى تكونوا استفدتم منه ما تنساش بقى تعملنا لايك واشتراك للقناة واستناني ان شاء الله الفيديو الجاي احنا مكملين مع بعض النمزج الجديد